قادت محكمة أمن الدولة في الأردن بسجن باسم عوض الله رئيس أديوان الملكي السابق وشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاما بتهمة السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وأنهما عقداء العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي وقال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم إن المتهمين يحملان أفكارا منوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني